مرحبا يسعد لي صباحكم كل وقتكم متابعيني الكرام وصفتنا اليوم فتت المكدوس بطريقة كتير سهلة وكتير كتير طيبة وبصراحة هاي الفتة من أطيب وألز أنواع الفتات وبنصحكم جربوها وهلأ تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل المقادير على الشاشة وبتلاقوون كمان بصندوق الوصف أول مرحلة منحضر السرسل الحمراء ومنحض بمقلاية ملعتين زيت ومنضيف عليها الملعة كبيرة معجون طماطم ومنقلب شوي وبعدها منضيف أربع حبات بنادورة مبشورين أو مطحونين ومنقلب شوي وهلأ منضيف ملعة كبيرة دبس رمان اختيارية ممكن تستغنوا عنها ورشة ملح ورشة سبع بهارات ومنقلب ومنتركها على النار حتى تغلي وبعدين ممكن نضيف نسكه بميلة نعدل القوام ومنغطيها ومنتركها على النار لمدة 10 دقايق أو حتى تدوب البنادورة وهلأ هيك السلسل الحمراء صارت جاهزة منطفي النار ومنحطها على طرف ومنحط بمقلاية تانية ملعة صغيرة سمنة وبصلة متوسطة الحجم أطع لمكعبات ومنقلب حتى تدبى البصلة شوي وبعدين منضيف ربع كيلو لحم مفروم وطبعا كمية اللحمة حسب الرغبة ومنقلب حتى تستوي اللحمة وهلأ منتبى للحم بنص ملعقة صغيرة ملح ورشة سبع بهارات ورشة فلفل أسود ومنقلب شوي ومنتركها على النار حتى تستوي تماما وهلأ بعد ما استبت بهذا الشكل منطفي النار ومنضيف 50 جرام لازم حمص اختياري ومنقلب شوي ومنرفع اللحمة على الطبق ومنحطها على الطرف ومنتركها حتى تبرد وهلأ مننتقل لتحديد البنجان ومنحتاج لكيلو من البنجان ويفضل يكون حجمه أصغر من هيك بس أنا هذا اللي توفر عندي ومنقطع راس البنجان ومنقشره خطوط بهذا الشكل وبعدها بنحفره شوي وما منبالغ بحفره ومنترك القشرة سميكة لحظة السماكة هيك لازم يكون ومنحطة بالطبق ومنكمل حفر البنجان كله بهذه الطريقة وبعدها نحشي مباشرة بحشوة اللحمة اللي حضرناها مسبقاً ومنضغط الحشوة كتير منيح ومنكمل حشي البنجان كله بنفس الطريقة وهيك صاروا جاهزين والحشوة اللي زادت عندي رح أزين فيها طبق الفتى بالأخير وهلأ مناخد البنجان ومنقلي مباشرة بزيت سخن وقليل ومنقلب حتى يتحمروا من كل الجهات وبعد ما يتحمروا بهذا الشكل منرفعهم على محارم مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزيت ومنقلي باقي الكمية حتى تخلص وبعد ما قلينا البنجان بهذا الشكل منحطه على طرف ومنسخن السلسل اللي حضرناها مسبقاً ومنحط فيها البنجان وبعدها منتركه يغلي بالسلسل لمدة عشر دقايق أو حتى يكمل استيواءه بدون تحريك وهيك صار جاهز عنا منطفي النار ومنرفعه ومنحطه على طرف وهلأ مننتقل لتحضير السلسل بيضة ومنحطه على ثلاث أكواب لبن زبادي ومنخلط كتير مني حتى يصير اللبن نعم وبعدين منضيف عصير ليمونيه وسنين توم مهروسين ونص ملاعق صغيرة مليح أو حسب الرابع وثلاثة أو أربع ملاعق تحينة اللي هي الراشي ومنخلط كتير منيح وهيك الصلسل بيضة صارت جاهزة عنا ومنحطة على طرف وهلأ رح نبدأ بتحضير الطباق ورح أقدم لكم شكلين للتقديم وهذا الشكل الأول ومنحط بالصينية طباق رقيقة من الخبز المحمص أو المقلي بالزيت حسب الرغبة أنا حمصتهم بالقلاية الهوائية بدون زيت وبعدين منحط كمية من الصلسل حمرة ومنرتب الخبز فيها وطبعا كمية الصلسل حسب الرغبة واللي بيحب الخبز يطلق مقرمش ما يكتير صلسل وبعدين منحط الصلسل بيضة ومنوزعها بشكل متساوي وهلأ منحط البنجان بهذه الطريقة ومننتبه ونحن عم نشيل البنجان ومنشيله شوي شوي على مهلنا حتى ما يخرب شكلهم لإني مستويين ودايبين ومنزين بكمية اللحمة اللي زادت عندي ومنزين كمان باللوزة المحمص اختياري ومنحط كمان رشة بقدونس وخبز محمص وهيك الشكل الأول صار جاهز عندي وبقي طرشة السمن السخنة وهذا الشكل الثاني وطبعا طريقة التقديم والتزين ترجع حسب ذلكم وآخر شيء ما مننسى طرشة السمن السخنة على الطبقين وبتقدمه صحة وألف عافية وهلأ صار لازم ندوق وعن جد طعمه بياخد العقل وما بينشبع منه والبنجان دايب والنكهات عن جد رهيبة كتير ونصحكم نجربوها وكالعادي حبيت أتشكركم على تعليقاتكم الحلوة واختدت تعليقاته بشكل عشوائي وحطيتهم على الشاشة واللي بحبي يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات ويكتب لي كمان من وين عبي تابعني وهلأ هيك خلاص الفيديو اللي اليوم بتمنى يكون عجبكن ولا تنسوا تبعت لي صور تطبيقاتكم على حساب الانستجرام راح تلقى حساب الانستجرام بصندوق الوصف ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وبشوفكم في فيديو جديد يلا باي باي